موسيقى السلام عليكم الدرس اليوم سيكون عنوانه حركة دقيقة مشحونة في مجال كهروساكن منتدل هذا الدرس فقط الثانية باكالوريا مسلك العلوم الرياضية سوف نبدأ أولا بإعطاء مالخاصيات مجال مجال كهروساكن منتدل كل مجال يتميز بمتاجهة تحافظ على نفس المميزات تابتة أي كيف نقصد بها التجاه المنحة ثم المنضم إذن سنعتبر سنعتبر صفحتين أو 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 بإعطاء صفحة أ صفحة و خطوط المجال كان يكون لدينا مجال كهروساكن منتدل يكون متوازية على هذا الشكل وإذا اعتبرنا على أن المتاجهة من A نحو B هذا هو المنحة من E نقول على أن التوتر في النقطة A أكبر من التوتر في النقطة B لأن E يكون دائما متاجه نحو الجهود التناقصية إذن بعد إعطاء واحد نظرة ولو مبسطة حول المميزات تعد المجال كهروساك المنتدم سنبدأ لكي نحضر المعادلة الزمنية لحركة دقيقة مشحونة في مجال كهروساك منتدم هذا الغرض سنأخذ صفحتين أوبي بحيث سيتم إدخال من النقطة A في هذه النقطة سندخل إلكترون وعندما نقول إلكترون فكتكون شحنته Q تقالى ما أ بسرعة أفقية في زرو إذن هنا لدينا صفحة A صفحة B ثم سنأخذ هنا المحور محور OX هذا هو محور متعامل وممنظم هنا OY وهنا O نقطة خروج هذا الإلكترون من هذا المجال الكهروساك سنسميها S بحيث على أن يكون لديه هذا المصر هنا نقطة خروج S إذن نعتبر على أن E هذا هو المنحة المجال الكهروساكي المتعدم F القوة الكهربائية ستكون لديها منحة معاكسة لماذا؟ لأن F تعبير متعها هو Q فو E بما أن Q سالبة لأن F و E لهما منحيان متعاكسة إذن سنقوم أولا بجرد القوى المطبقة على هذا الإلكترون إذن سنقوم بجرد القوى إذن جرد القوى جرد القوى المطبقة على الإلكترون إذن جرد القوى المطبقة على الإلكترون هذه يكون P الوزن P الوزن وهذه تكون F القوى الكهربائية إذن P من حيث المنظم يتساوي أن M على الالكترون في الجي M على الالكترون الكتلان على الالكترون تقارب 9.11 أس ناقص 31 كيلوغرام إذا ضربنا هذا المنظم في الجي واعتبرنا على أن الجي تقريباً عشرة فقد تعطينا هنا تقريباً عشرة أس ناقص ثلاثين وبالتالي فنعتبر على أن الوزن P مهمل أمام القوى F سنقول لنا هنا لنطبق القانون الثاني لنيوتون نطبق القانون الثاني لنيوتون نطبق القانون الثاني لنيوتون والذي يقول على أن مجموع القوى الخارجية كتسوي لنا الجداء M فو HG نحن في الحالة هذه من نطبق أمام F يعني بقتنا هنا في هذه المجموع القوى الخارجية فقط غير F سنعودها بـ Q فو E أي أن HG وهي المتجهة من التصارع تساوي Q فو M فو E إذا نحن عندنا E عندنا جود المحاور OX وعدنا كذلك المحور OY هل نحاول نجدو الإحداثيات نحن ننتعre HG هل ننطبق HG في HG عندنا الأفصول HGX تقال وعدنا كذلك الأورتوب HGY تقال و-e sur m fois x عدنا e على x تقال 0 يعني هذا كله تسوينا 0 بنفس الطريقة بالنسبة لي ي عدنا -e sur m fois e y e متوازية مع ناقص و y منحة معاكس يكون e y ناقص مع ناقص زائد عدنا نحصل على زائد e sur m fois e إذا الكتابة المتجهية ناقص مع ناقص مع ناقص عدنا الكتابة المتجهية ناقص عدنا الخيطة تقال عدنا لا ناقص على المحوار x يعني لا ناقص على e هنا ناقص المحاور أو المتجهات الوحيدية e j إذن g على e ما ناقص يمكننا أن نغير هنا على y واللي على g تعطينا e sur m fois e fois j ومن حيث المنظم ناقص عدنا ناقص عدنا يكون كيف يفعلنا أ سيغ أم فوا أ إذن هذه الطريقة لكي بدنا طبقنا القانون الثاني نيوتون أعملنا أمام F خرجنا الإحداثيات حج الكتاب المتاجه حج ثم المنظم حج بنفس الطريقة نخرج الإحداثيات السرعة إحداثية السرعة دعنا أعلم إحداثيات السرعة إحداثيات السرعة نعلم على أن A التصارع والاشتقاق السرعة بالنسبة للزمن و بالتالي فإذا أريد أن نبحث على الإحداثيات منتاع V يجب أن نبحث على الدالة الأصلية منتاع الإحداثيات منتاع A أو تكامل إذن ما نعمل نحن؟ سنبدأ أولاً ب A G X قدنا A G X يتقال 0 A G X يتقال 0 هذا يعني على أن V X تفعلنا ثابتة V X تفعلنا ثابتة هي V 0 على X سنرى هنا V 0 مع O X كان هناك تطابق في نفس الملحة وبالتالي فإننا V 0 على X ما كانش زاوية ستكون هي V 0 سنبدأ A G Y A G Y سنبدأ 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 A G Y دالة الأصلية سنبدأ A G Y 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 Y سنبدأ A G Y Y Y وبالتالي فيمكن كتابة VY أو V بصفتين عامة V كتاونا على OI عندنا V0 لذلك c'est V0I plus E sur M fois E fois T كل شيء على J من حيث المنضم تع V من حيث المنضم تع V من ضم تع V سوف يكون V0I plus E sur M fois E fois T كتاو 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 إذا اللحظوا معي على أننا نذهب بالتدرج انطلقنا من القانوة الثانية تعنيو طول بحثنا على الإحداثيات متع التصارع HG من الإحداثيات متع التصارع HG خرجنا كذلك الإحداثيات متع السرعة وما هذا وبين نفس الطريقة نمشي ونقوم بإمكانك الكتابة المتجهية ونقوم بإمكانك المنضم سوف نمشي وكذلك لكي نكمل بنفس الطريقة ونبحثوا على إحداثيات متع متجهة الموضع HG إذن إحداثيات إحداثيات أو المعادلات الزمنية إحداثيات متجهة الموضع إذن نفس الطريقة سرعة HG اشتقاق متجهة HG بالنسبة للزمن إذن لكي نخرج كذلك الإحداثيات متع HG على أن الدالة الأصلية نتاع V0 X2T أتقال V0 فوى T بلوس X0 ما هي هذه X0؟ هي الإحداثية أو الأفصول نتاع الإلكترون عند الإنطلاق إذن بما أن هذا الإلكترون إنطلق من النقطة O فأفصوله كي نفعلنا سفرة وهذا اسمها هذه العلاقة هذه المعادلة رقم واحد X كي نفعلنا V0 فوى T بنفس الطريقة سأذن نذهب إلى VY VY كي نفعلنا E 2 sur M fois E fois T ما عدنا شنا V0 Y كتساوينا صفر الدالة الأصلية هذه على صيغات A fois X يهى 1,5 A X كاري نحن عدنا Y de T كتساوينا واحد على جوج E sur M fois E fois T كاري plus Y 0 قلنا على أن الإلكترون انطلق من النقطة O إذن الأفصل يساوي صفر والأرتوب يساوي صفر إذن هنا كتساوينا صفر X0 و Y0 نحن عدوها بالشروط البدئية هنا نسميها العلاقة هذه نعطيها رقم نسميها جوج نرى بالطبع تاو كاري هذا جوج X Y تسميها بالمعادلات الزمنية لحركة الدقيقة هذا هو المعادلات الزمنية لحركة الدقيقة من هذه المعادلات الزمنية لحركة الدقيقة يمكن استنتاج معادلة المصار داخل العالم معادلة المصار في معادلة المصار سنرى بالنسبة للقادفة سنذهب إلى المعادلة رقم 1 نحيد منها T ثم سأقوم بتعويضها في المعادلة رقم جوج سنكتب من 1 نجيد من 1 نجيد T تقال AX على V0 نعوضها في جوج سنذهب إلى جوج بالطبع سنقوم بتعويض الزمن لأنني لم أبقى لديه الزمن سنكتب Y تقال 1 على جوج E على M وعندنا E وعندنا T كار X كار على V0 كار إذن سنقوم بتعويض الزمن X كار هذه هي معادلة المصار معادلة المصار كتباً على أنها تأخذ صيغة Y تقوم بتعويض الزمن A في X كار إذن سنقول معادلة المصار وطبيعة المصار هو مصار شلجامي لأنه على صيغة Y تقوم بتعويض الزمن A في X كار إذن بعدما وجدنا معادلة المصار حددنا المعادلة الزمنية كيف نبدأ؟ دعنا كيف نبدأ؟ كيف نبدأ الإحداثات بعض النقاط المميزة لهذا المصار؟ من بين النقاط المميزة لهذا المصار لدينا نقطة خروج S إذن هذه نقطة خروج S إذا أخذناها بالطبع فعندها الأفصول لها وهو X وهذا وعندها كذلك الأورتوب نتاعها وهو Y إذن سنقوم بإحداثيات نقطة الخروج S إحداثيات نقطة الخروج S الطبع عندها الأفصول نتاعه وهو X XS والأورتوب وهو YS ودائما كذلك نخرج الأفصول والأورتوب نقوم بإحداثيات إلى معادلة المصار يعلم من هنا سنضح المضحة على أن طول صفحتين أو B مثلا سنعتبرهم هما L صغيرة وبالتالي فكيف نبدأ على أن الإسقاط S سيكون L على المحور OX إذن هذه سهلة سنقول على أن S لدينا XS طول و小 YS هو اللي يريد أن تحتاجه انطلاقا من معادلة المصار نقوم بإحداث المصار ونكتب YS تساوي واحد على جوج E sur M E sur هنا نقوم بإحداثنا T0 au carré donc هنا c'est V0 au carré T0 au carré c'est V0 au carré E sur V0 au carré هناك هنا T au carré V0 au carré XS au carré c'est L au carré ندخلها كل هنا fois L au carré إذن هذا هو الضغط YS إذن هذا هو الضغط نقوم بإحداث نقطة S الأفصول هو هذا نقوم بإحداث عن الإنحراف الكهربائي نقوم بإحداث المعادلة المصار هنا جانبا ربما سنحتاجها Y تساوي لدينا هنا واحد على جوج E sur M E sur V0 au carré X au carré هذه هي معادلة المصار لكي نبحث عن الإنحراف الكهربائي الإنحراف الكهربائي سنعتبر شاشة هذه هي شاشة بحيث أن الإلكترون يخرج من المجال الكهروساكن المتدم يقول المصار مصار مستقيم في هذا الشكل هذا هذه الزوية الفاء هنا نحن نقوم بإحداث النقطة O و المسافة من هنا هذا هو الإنحراف الكهربائي الدعو المسافة التي لدينا ما بين الشاشة و النقطة O سوف نسميها نسح هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل سوف نسمي هذه المسافة ما بين الشاشة و O نسميها ب النقطة O أعتقد الشكل كانت من يكون الشكل واضح بالنسبة لكم إذن لكي نخرج الدعو سوف نعتبر هذه المثلات الصغيرة ثم المثلات الكبيرة المسافة والإنحراف الكهربائي إنحراف الكهربائي ونطلق المثلات الصغيرة من طانجente الفا سوف نسمي طانجente الفا طانجente الفا تقال طنجنت هو الضلع المقابل على الضلع المحادي الضلع المقابل هو YS الضلع المحادي نعتبر على أن هذه النقطة فقط في شكل ما بينش مزين هي L sur 2 ويمكن تبياناتها هذا L sur 2 إذا نريد أن نبينها إذن طنجنت الفا يتساوي أنها YS مقصومة على L sur 2 تساوي إذا أخذنا نفس الزاوية مع المثلث الكبير فهذه هي D E مقصومة على هذه المسافة وهذه المسافة تكون هي D E مقصومة على المسافة التي هي D كبيرة هذه هي D كبيرة نقصومنا هذه المسافة الصغيرة التي قلنا L sur 2 D moins L sur 2 نعتبر أولا هنا لدينا أولا ألف صغيرة إذا منها تكون لدينا ألف صغيرة تكون لدينا طنجنت ألف تقارب ألف وكذلك المسافة D تكون أكبر بكثير من طول الصفحتين وبالتالي فيمكن اعتبار D moins L sur 2 تقارب grand D دعنا نقول لدينا هنا نكتبها نكتب YS YS ولا 2 fois YS على L تقارب ألف صغيرة نحن نبحث على D ستكون لدي D تساوي D تساوي 2 fois grand D fois YS على petit تساوي نحن نبحث على YS يهدي نحن نقوم بي تعويضها في D E دان 2 تساوي 2 تساوي 2 fois grand D sur petit L fois YS YS نحن ندير هنا واحد على جوج fois E sur M fois E sur V0 carré fois L carré تساوي أكيد ستكون شيئا جوج بنت جوج 5 L مع carré و 5 E سيتم تعويضها Y sur D لاب القيمة المطلقة Y sur D وبالتالي فنحصل على D E y y y y y y E fois grand D sur M V0 carré petit d fois U E fois grand D نسينا واحد L هيا الفوق هيا E fois grand D fois L sur M V0 carré عودنا E U sur D إذن كيف بن على الانحراف الكهربائي D لأن هذو كلهم توابيت كيف نحن واحد تابيط K في U أي أن الانحراف D E يتناسب مع فرق التوتر ما بين الصفحتين A و B سنحاول أن نحن ملخص الدرس يكون مبسط أولا بإعطاء مميزات المجال الكهروساك المنتظم بعد ذلك انطلقنا إيجاد المعادلة التفاضلية حركة دقيقة التي خذناها كمثال لإلكترون بين صفحتين A و B بحيث أن هذا الإلكترون يدخل بسرعة V0 أفقية يخرج من النقطة S ثم يمشي الشاشة التي تبعد عن النقطة بالمسافة D إذن نحن نحن بحيث على المعادلة الزمنية حركة الإلكترون بين الصفحتين A و B وذلك بتطبيق القانون الثاني لأنيوتون مع اعتبار على أن الوزن الإلكترون يكون مهملا أمام القوى الكهربائية F إذن تلق من المعادلة الثانية أو القانون الثاني لأنيوتون نبحث على إحداث H J نستنتج منهم إحداث V ثم نخرج منهم المعادلة الزمنية X و Y T بعد ذلك نخرج المعادلة الزمنية X و Y T لكي نجد معادلة المسار بنفس الطريقة التي كنا نستطيع في حركة القادفة نحيط المعادلة الأول نحيط زمن T ثم نعوض في المعادلة الثانية و نحصل على المعادلة المسار وهي قلنا مسار شلجامي بعد ذلك اخذنا نقطة خروج و خرجنا X X S و Y S بعد ذلك نطلقنا إلى إيجاد الانحراف الكهرباء D E تطبيق تطبيق العلاقات تنجون طرف لا بالنسبة للمثلة الصغيرة ولا بالنسبة للمثلة الكبيرة فبيننا على أن هذا الانحراف الكهرباء D E يتناسب تناسبا اتراديا مع فرق التوطر ما بين الصفحتين أو B مع اعتبار على أن زوية الفا بيانسور تكون صغيرة مع اعتبار على المسافة التي تكون فصلة ما بين النقطة أو والشاشة تكون أكبر بكثير من طول الصفحتين أو B وشكرا